الاجتياح البري ايه عواقبه وايه ردود الافعال اللي ممكن يراها الجيش الاسرائيلي اثناء تواجده على الارض هو النهاردة يعلم تماما ان البنية الاساسية او التحتية لحماس تحت مدينة غزة الانفاء وكلام ده كله تحت مدينة غزة عشان كنا بقول المصطلح احنا خدناه من غير وعي غزة غير مدينة غزة قطاع غزة غير مدينة غزة مدينة غزة في الشمال ودي بيعمل طولها سبعمائة الف النهاردة لما يكوني بين اساسية تحت السبعمائة الف دوري لو انا ضربتهم اعمل مجازر العالم كله هيتقل بضدي ولازم ارحلهم هنا امريكا كان ممكن تضغط عليه بسهولة ليه لان هي اللي اديته قلاب للأعماق ان القنبلة والسرخ اللي بديهوله حديثا دلوقتي دمعته على طول بينفجر على سبع متر تحت الارض ينفجرش اول مصدر من الارض يعمل اختراق لسبع متر وامفجر تحت عشان ديه مضاد للانفاق الموجودة اديته السواريخ اللي عوضته عن مفاديته في القبة الحديدية يبقى اذا النهاردة لو انا عايز اضغط عليه اقول ما تستخدمش او مش عديك لكن هو ما عملش مع الكلام ده داخل داعم لما جاب ودي انا دا رأي الشخص انا بقى لما جاب الحاملات الطائرات وحطها قدام الساحل يا حاملات الطائرات هتحارب حماس لأ حاملات الطائرات دي فيها من حجم التكنولوجيا بتاعة الحرب الكترونية عالية جدا 17 مليار دولار تكلفتها الحجم التكنولوجيا العالية فيها جدا افكرك بحرب 67 اللي عم الجيش المصر ايه السفينة اللي برتي اللي دمرها الاسرائيين بعد كده هي اللي عمت الجيش المصر عاقة لسلكية وعاقة رادارية هو النهاردة جاب للمركب ديه كبيرة دي عشان حتة دي هتجيب له للصلاة اللي بتتم تحت الارض بتعمل الكلام دا كله هو دا الدعم المباشر بالنسباله دون نقول في مواجهة مباشرة ما هتخلش مباشرة هو بيديله الدعم هو لكن هب ان القوات الاسرائية دخل الدرية لكن هو عشان يخش لا مش هيخش مش هيخش مش هيخش إلا زي نزح الناس دلمت واحد ومش هيخش برضو تاني إلا ما يعرف الأماكن الأماكن الأسرة موجودة فين لأن هو الحماس لما اخدت الأسرة عارفة أنها أول مرة تاخدت خط رجعة قبل كابتش بتاخدت خلص المرة كابت تضرب هي تعمل اللي بتعمله تضرب العد أو خلص الموضوع النهاردة لا أخد أسرة عشان يبقى في خط رجعة عشان لو عمل اكتاح البري لازم هيبقى عارف على الأقل تجميع المعلومات وبأخر دلوقتي عشان تجمع المعلومات المعلومات الأسرة حيكون موجودين فيه ويمكن نحن كنا نتكلم مع الأخير محمد صلح في موضوع شليت شليت لما أعطى 18 شهر كانش عارف مكانه فين كانش عارف مكانه فين فالمكانه بيخش اكتاح في غزة ويدوروا عليه ما يلقهوش فلما قعدوا وحققوا معاه الكلام واخدوا وياه فكان بيقول لهم كلما اقتربتوا مني كنت احتموتوني أربع مرات أو خمس مرات لأن ساعة ما تقربوا ناحيتي الفلسطين بيمشي واسبوني انتوا بتبقوا فيني يومين 3-4 على مرجع الفلسطين العالية كل 5-6 يام فاتوا أنا كنت حموت مجوعة والعطش فالدرس ده أعتقد اليهود بقى عارفينه كواس جدا وبالتالي عمره ما حيخشش على الاقتحم البري إلا إذا قد عنده المعلومات اللي قدر يجيبها حتى 50% منه عشانه ولا عملت لحاجة طبعا الأخ نتنياهو أفاق وفي الكذب ما فيش مشاكل وبيلعب ناس وحتى استخدامه لفظ اللي في غزة يرحل للجنوب كان بيقصد بها الأخبطة بين مصر وبين فلسطين والكنندة اللي كان بيقصد غزة فقط اللي هي المدينة مش الباقي كله لأن المتحدث التاني لمطلع قال كنا بنقول الناس روح ودي غزة ودي غزة فين؟ في منتصف غزة بالزبط يبقى كان ده المقصود بي بجنوبا بجنوبا كلمة جنوبا عشان احنا بس نحط المصلحات في مكانها بالزبط تمام